اهلا اخت كاثرين انا رح اقتبس شيء من انت كتبتي على الفيسبوك واللي انت تكلمتي ممكن شاركتي فيه بشكل بسيط بتقولي في الوقت اللي قررت اعمل فيه العملية لاستقصال الاورام واستقصال الاضلاع المتضررة من السرطان اليوم اتصل الدكتور وقال انه رفضوا يعملوا العملية بعد مشاورات واجتماعات رحمة فيه مثل ما ذكرت طبعا لان العملية جدا خطيرة وكبيرة مؤلمة جدا وانه رح اقعد بالراحة ثلاثة اشهر قلم وكمان لانه عندي سرطان في الرئة السرطان اسمه ساركوما وكاتب انت يساوي موت فليش يعزبوني وانا رح اموت اول عتالي من سرطان الرئة منطق بصراحة بس الغريب انه مبارح صليته قلت للرب اي قرار بيخدوه الاطباء رح اقبل ورح يكون مشيئتك هل مشيئت الرب ما اعمل عملية ويضل السرطان في الجسم هل اقعد واستنى الموت هل الرب عنده حل تاني محتارة جدا وجواي صراعات لكن بنفس الوقت سلام الرب ما لقلبي وعندي شوق وتشويق وكاتب كلمة وغموض اللي حطيتها بالانجليزي suspense هاي الكلمات اللي ذكرتها على الفيسبوك شبت قصد فيها اخت كاثرين موسيقى اشتركوا في القناة